بسم الله الرحمن الرحيم نادية محمد بعد مطالعة أوراق الدعوة وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة وبعد أخذ رأي فضيلة مفت الممهورية والذي انتهى فيه إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا وأن السابت في الدعوة أن الجرم المسند إلى المتهم قد اثبت وتأيد شرعا في حقه وذلك من إقراره الصحيح السابت بالأوراق وبالمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجن عليها نيره أشرف أحمد عبد القادر جزاءا وفاقا وامتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل وقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون لذلك حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوة المدنية بأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف رفعة الجلسة